اشتركوا في القناة قادر على الارتفاع إلى ألفي قدم ومثبت بحبال إلى الأرض وبفعل سرعة الرياح العالية على هذا الارتفاع فإن هذه التوربينات قادرة على مضاعفة إنتاجها من الطاقة مقارنة مع مثيلاتها على سطح الأرض في المرتبة التاسعة المحار هو عبارة عن محاولة للاستفادة من طاقة الأمواج في عرض البحر ويعتمد تصميم هذا الجهاز على زعان فمرينة تحركها الأمواج على عمق خمسين قدما تحت سطح البحر وعلى بعد خمسمائة متر من الشاطئ وبالاستفادة من هذه الحركة اللانهائية من أمواج البحر يمكن للمحار أن يضخ الطاقة إلى محطة توليد كهرباء على الشاطئ في المرتبة الثامنة الوقود الحيوي من الطحالب ينتج الوقود الحيوي حاليا من الإيثانول أو الديزل الحيوي المستخرج من محاصيل الزرة والقمح وقصب السكر واللفت والصوية لكن هذه المحاصيل بحاجة لأراضي خصبة ومياه للرهي لهذا لجأ العلماء إلى الطحالب التي تعيش في مياه البحر فالزيوت الطبيعية تشكل 75% من مكوناتها وبإمكان استخدام المكونات الأخرى كسماد طبيعي لإنتاج المزيد من هذه الطحالب وهي قادرة على النمو بسرعة كبيرة وليست بحاجة إلى أراضي زراعية أو مياه ري عذبة في المرتبة السابعة النوافذ الشمسية تستطيع الألواح الشمسية التقليدية أن تستغل 20% فقط من طاقة الشمس لإنتاج الكهرباء وبتكلفة باهظة جدا ومؤخرا اكتشف علماء من جامعة كاليفورنيا طريقة لجعل هذه الألواح شفافة مستخدمين مواد بلاستيكية شفافة قادرة على انتصاص الأشعة تحت الحمراء من ضوء الشمس كما أن تكلفة إنتاج هذه الألواح الجديدة منخافظة جدا مقارنة بالألواح التقليدية في المرتبة السادسة الكهرباء من البراكين أثناء حفر نفق في إسلندا قام بعض المهندسين باختراق جيب من المواد المنصهرة لأحد البراكين عن طريق الخطأ ثم قرروا دخل مياه في هذا النفق لتجربته وإذا به يخرج بخارا بحرارة تبلغ 450 درجة مئوية وهي صادمة إذا ما قررناها بالبخار الناتج من الألفاق الأخرى والذي تبلغ حرارته 70 درجة مئوية فقط يعتقد العلماء أن هذه التقنية الجديدة قادرة على إنتاج عشرة أضعاف كمية الكهرباء المنتجة من المحطات التقليدية في المرتبة الخامسة البيتراي ابتكر المهندس الألماني أندري بروسيل طريقة رائعة لزيادة كفاءة إنتاج الكهرباء من الخلايا الضوئية فعند وضع الألواح الشمسية تحت كرة زجاجية مليئة بالسوائل يمكن زيادة إنتاج الكهرباء بنسبة تصل إلى 34% وقد أضاف بروسيل جهاز تعقب ضوئي حتى تتمكن الكرة الزجاجية من متبعة حركة الشمس مما زاد قدرة إنتاجها للكهرباء إلى أربعة أضعاف الكمية المنتجة من الألواح الشمسية التقليدية ولقد استطعت أيضا إنتاج الكهرباء من ضوء القمر أثناء الليل في المرتبة الرابعة الفيروسات قام علماء في مختبر لورينس بيركل الوطني في كاليفورنيا باختراع فيروس يدعى M13 قادر على إنتاج شحنات كهربائية عند تعرضه للضغط ويستطيع هذا الفيروس التكاثر داخل البكتيريا مما يسهل عملية إنتاجه باختصار شديد سنستطيع إنتاج أجهزة تعتمد على هذا الفيروس قادرة على إنتاج الكهرباء بمجرد الضغط على شاشتها بأصبعنا في المرتبة الثالثة الثوريوم يعتبر الثوريوم من المعادن المشعة تماما كاليورانيوم ولكنه قادر على إنتاج طاقة تصل إلى 90 ضعف ما ينتجه اليورانيوم وبمقياس آخر يمكن لجرام واحد فقط من الثوريوم أن ينتج طاقة تعادل ما ينتجه 28 ألف لتر من الجاز ومن مزايا معدن الثوريوم أيضا كثرة وجوده في الطبيعة بالإضافة إلى أنه لا يترك أي نفايات صناعية عند استخدامه في المرتبة الثانية صواريخ المايكرويف المستحيلة سيزداد الطلب على السفر إلى الفضائف العقود القادمة لهذا يولي العلماء اليوم أهمية كبيرة للصواريخ التي تعتمد على تقنية المايكرويف فمن المعروف أن الوقود يشكل نصف حمولة أي صاروخ ومع تقنية المايكرويف ستتمكن الصواريخ من الإقلاع من دون الحاجة لأي وقود على الإطلاق ولقد لقبت هذه التقنية بالمستحيلة لأنها تخالف نظرية نيوتون الثالثة التي تقوم على مبدأ أن الصاروخ قادر على الاندفاع إذا ما أطلق الوقود المحترق في الاتجاه المعاكس فقط ولكن العلماء استطاعوا تحقيق مبدأ الاندفاع بإطلاق أشعة المايكرويف داخل حجرة مغلقة ومن دون الحاجة إلى وقود في المرتبة الأولى المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي يعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع في مجال الطاقة النووية وتشارك فيه عدة دول من الاتحاد الأوروبي والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وهو عبارة عن مفاعل نووي يتم بناؤه في جنوب فرنسا وهو قادر على إنتاج الطاقة بطريقة شبيهة بما يحدث داخل الشمس التحام النوى الذرية إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم